اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التصنيف الاعتمانية لقطر عند دابل اي ووزير ماليتها يؤكد ان التصنيف يعكس متعنات الاقتصاد امام تراجعات النفط بيت التمويل الخليجي ارتفع في برستي دبي والكويت بعد توزيع 53 مليون دولار على مستثمر صناديقها اذا ومشاهدين كانت بداية قوية بالنسبة للارتفاعات على اغلبية المؤشرات الخليجية اعادت بعض المؤشرات لتقلص حجم هذه الارتفاعات ورأينا ان هناك تراجع لسوق ابوظبي لنذهب الى اداء المؤشرات الخليجية في اغلاقاتها مؤشر سوق دبي كانت اغلاقاته عند تحت المنطقة 3700 نقطة 3689 نقطة اقتصرنا على ارتفاع فوق الواحد فاصل واحد في المئة مع انه في بعض مراحل الجلسة كانت الارتفاعات فوق الاثنين وربع النقطة المئوية بالنسبة لمؤشر سوق ابوظبي لم يحتفظ كثيرا بالارتفاعات دانغاز كان في صدارة الاكثر نشاطا وبقي حتى النهاية ضمن هذه الصدارة التراجعات بقيت محدودة بالنسبة لسوق ابوظبي لم يستطع لكن ان يكمل اذا مسيرة الارتفاع التراجع بربع النقطة او قرابة عشرين النقطة المئوية لكن المؤشرات الكويتية كلها كانت باللون الاخضر الارتفاعات كانت تحوم حوالي النصف نقطة مئوية طبعا التركيز التداولات على المؤشر مؤشر 15 والذي لاحظنا ان هناك ارتفاعات وعمليات اشرائية لا بأس بها استهدفت الاسم القيادية هي التي اعطت المنحة القوي خصوصا بالجزء الاول من الجلسة قبل ان تهدأ قليلا هذه الارتفاعات لكن ما يزال هذا المؤشر تحت منطقة الالف نقطة نذهب لبقية المؤشرات في الخليج وايضا السوق القطرية بعد ان تمتعت ايضا بمستويات ان الارتفاع كانت قوية في الجزء الاول من الجلسة عادت وقلصت هذه الارتفاعات اذا المكاسب الى حدود 11339 نقطة اختصرنا على 44 نقطة بالنسبة لسوق مصقة عادت ايضا التذبذبات القوية لتحيد بهذا المؤشر رغم انه من اهدأ المؤشرات هو والسوق البحرينية لكن كمية التداولات والقيم كانت قوية الى حد ما الارتفاعات اذا فوق الواحد ونصف النقطة المئوية اشتركوا في القناة نتابع كيف بدت لدينا تداولات تحديدا في الاسواق الاماراتية اذا ما نظرنا ايضا الى سلوك السوق الاكبر خليجين السعودية واذا ما لاحظنا القائمة الخضراء ربما توحي بان السوق يدخل في عمليات شراء لكن في ذات الوقت من يشتري اذا لم يكن هناك من يبيع السوق اين هي اليوم في الامارات الى البيع ام الى الشراء كل ذلك نناقشه مع ضيفنا سيد عادل مرعب مدير اسواق المال في شعاء اهلا ومرحبا بك بغض النظر عن ما حدث من اغلاقات ايجابية للنفط في نهاية الاسبوع كيف تقيم بداية الاسبوع في اسواق الامارات هل اللون الاخضر مريح لك كما تنظر اليه كمحلل ام يخيفك هذا الهجوم القوي على السوق يعني الشراء بقوة بهذه الفعلية هو صراحة ان ريلا نحن شفنا ارتداد قوي لحد ما اذا ما اخذنا بعين الاعتبار التراجعات الاخيرة شفنا بمشير دبي عسبيل 200 يوم نقف قرابة 3700 شفنا 3250 نحن نحكي ارتداد بنسبة تقريب 450 نقطة للمستويات الادنى فهذا ارتداد امر جيد امر طبعا الى حد ما يعني يهدس ويطمئن المستثمين ولكن براينا نحن على الارجح انه دخلنا مرحلة يكون فيها التدبدب قوي على الارجح الارتداد الذي شاهدناه هو ليس انتهاء او مرحلة بداية انتهاء ما حصل بالفترة الاخيرة من تراجعات ولكن يمكن نشوف المزيد من التدبدبات يمكن نشوف العودة عمليات البيع اليوم لازم نضع الامور بسيء واضح وصريح وهو انه الارتداد قتى على اثر ارتداد الاسواق العالمية وارتداد اسعار النفط واليوم كما ذكرت يمكن بدأنا الجلسة الى حد ما على ارقام او ارتفاعات جيدة حتى كانت اضعف من التوقعات لما منشوف 15% ارتداد باسعار النفط جلسة الخميس وجلسة الجمعة عالميا وما منشوف ارتداد اقوى من 3% بسوء دبي اللي هو تراجع بشكل كبير اليوم في علامة السفهم اذا ما كان المستثمر متطمن او مرتاح الى الارتداد الاخير هذا الامر الاول الامر الثاني انه حتى ما نشهده باسواء النفط اليوم هو ليس يعني او حركة 15% اللي شفناها خلال اخر جلستين لا تؤكد انتهاء عملية تراجع اسعار النفط فبالتالي ممكن تكون بداية الى مرحلة نحن منزمية او مرحلة ممكن نشوف فيها النفط يرتد بشكل قوي ثم يعود الى التراجع وتشكل نطاق يمتد لمدة اشهر فبالتالي اليوم ننظر او نتطلع الى مرحلة تكون فيها عدم مضوح من الاتجاه لا نتوقع انه يكون فيه اتجاه واضح بالسوق من ناحية انه شفنا حركة تصيح واليوم بدأنا حركة او عودة الارتفاعات اللي هي سوف تمتد الى 4000 وما فوق ال 4000 نحن نراها ارتداد ضمن مرحلة تصيح او مرحلة تدبدب قوية هل ارجح نشهد المزيد منها مشناك نقول بفترة الاخيرة انه من الصعب اليوم نراهن وانها تكون نقطة القمة ولكن اي ارتداد 3700 الى 3900 هو فرصة تباع برأينا برأيك سيد عادل بالنسبة للصدمة التي اخذتها الاسواق بعد تنازل النفط يعني نزوله بهذه المستويات القوية يعني ازاحته عن الخمسين دولار هل برأيك هي مرجحة يعني ولو انه عاد اليها في هذه المرحلة لكن ما دون الخمسين دولار هل برأيك الصدمة لن يكون تأثيرها كما كان في السابق والى اي حد ايضا الارتباط بات يكون اقل مع اسعار النفط ام تراه اكثر يعني كيف ترى التحرك هون بس نقطة كمان اساسية انه اليوم اسعار النفط يمكن كان من قبل ان نشوف ترابط قوي جدا مع اسوأ المنطقة ولكن تأثرت اسوأ المنطقة بالمدة الاخيرة ليس فقط بتراجعات اسعار النفط ولكن تراجع بمختلف ما يسمى الاسد كلاسوس او مختلف اسواق الاسهم عالميا يعني اليوم فعليا جزء كبير من التراجع الذي شدناه مؤخرا كان لما تراجع المؤشر الامريكي بنسبة 11% خلية 3 جلسات ومش بس تراجع عادي كان تراجع حاد ادى الى احد الجلسات يكون فيه سوركت بريكر اللي هو نزل اسم بي فايف هندرد اي منزل 5% فبالتالي هذه الاحداث التي حصلت عالميا ليس فقط في اسعار النفط ولدت يمكن تخوف كبير عند المستثمر المحلي وحتى المستثمر الاجنبي اللي هو داخل بالاسواق فبالتالي اليوم لازم نطلع الى يمكن ليس فقط ما يحصل في اسواق النفط ولكن انا وشاركك الرأيي انه ممكن لو رجعنا حتى شفنا المستويات الاخيرة اللي هي دون ال40 دولار بالWTI ولا دون ال44 بالبرند يمكن ما يكون ردة الفعل نفس الشي بالاسواق ولكن لو تراجع السوق الامريكي الى 1800 نقطة عسبين 200 مؤشر الاس ام بي ممكن ستنشوف ترابط اليوم يتجدد مع السوق الامريكي مع السوق الامريكي اكتر من النقطة نعود الى التوصيات يعني نكثر او نحاول ان نكون لدينا زخم سواء بالندوات او حتى بالتغطيات اليومية عبر شاشتنا لإعطاء توصيات او اعطاء نصائح للمتابعين او المشاهدين لا نجد اذان صاغية عندما نقول احذروا من السوق احذروا من السوق ابدا الاستجابة تأتي متأخرة يعني صداها يأخذ ايام في الوقت الخطأ يعني يشتروا في الوقت الخطأ اذا ما صحت التعبير ويبيعون في الوقت الخطأ باعتقادك المشكلة فعلا دي ليا عندهم ولا ايش صراحة انرولا هون يعني هذا حالة السوق اليوم نسمي انهنا بالانجليز يعني فيه شخص بده يستفيد وفيه شخص يوم لكل مشتري في بيع والعكس صحيح فبالتالي بطبيعة الحال حيكون في هناك مستثمرين ولا مضاربين يمكن ياخدوا مراكز بالوقت الخطأ ويخسروا استثمرات والعكس صحيح فبالتالي هذه طبيعة السوق اليوم ما فينا نجعل المستثمر أو المضارب مية بالمية منه ان يدخلوا بنفس الوقت لانه ما كنا حنشوف حدا ببيع والعكس صحيح فبالتالي أنا بليها طبيعة السوق فيه اشخاص تخارجوا بالوقت المنيسي وفيه اشخاص يمكن دخلوا متأخرين او تخوفوا من الدخول بالفترة الاخيرة وما استفيدوا من الفرص ولكن كمان هون من الضروري انه نشير الحدة التذبدب الذي نراه ليس بالامر البسيط ومن الصعب اليوم على المستثمر انه يحاول يتمركز اليوم ما ننسى انه لما تكون الاسواء العالمية واسواء النفط مثلا ارتفعت خلال الويكند وندخل نحن بجلسة اول يوم مثل اليوم ويفتح المؤشر على ارتفاع بنسبة 3% اليوم كيف ممكن تستفيد انت من حركة كهذه الحركة بشكل انه انت لو ما كنتي شاري الاسبوع الماضي ما كنتي قدرت استفدتي اليوم فالامر الضروري هون لا فيه خسران ولا ربحان احنا تماما لازم يكون واحد عنده اخذ مراكز قبل الوقت ويكون فيه طبعا يعني الى حد ما مغامرة من ناحية انه تحمل بعض التذبدب خلال الجلسات واللي حين يعني ارتداد السوق يعني واضح حتى السوق لم يعطي مجال كتير طيب لحتى يستفيد الناس من فرص القوية يعني سريع كانت هبوط رأسي سريع ومن ثم عاد ورمم احواله لكن هناك ايضا تصريحات اقتصادية لوزير الاقتصاد الاماراتي ورئيس مجلس ادارة تهيئة الاوراق المالية والسلع سلطان بن سعيد المنصوري بان ما تشهده اسواق المال المحلية حاليا هو انعكاس وجزء من التقلبات التي تشهدها اسواق العالم مضيفا ان هذه التقلبات في الامارات هي اقل من غيرها في اسواق المنطقة واقل ايضا من بعض الاسواق العالمية مؤكدا ان التقلبات جزء من التطور والنمو الطبيعي للاسواق وفق لما جاء في صحيفة الامارات اذا نعود معكم بعد قليل اذا كان هناك فئة تربح في السوق فئة تخسر ماذا بشأن الفئة التي خرجت مبكرا وتنتظر الفرص الكاشماني وين موجوده اليوم بعد قليل معاد المرعب يبدو ان البنوك هذه المرة تعود الى نشاطها الاقراضي باسعار فائدة مغرية متوفرة السيولة في الاسواق لكن لا ندري اين تتجه السيولة لماذا لا تغريهم اسواق المال اليوم ام تغريهم ولكن هم بانتظار اقتناص الفرص عاد المرعب يجيب بدون شك كما ذكرت اليوم السيولة موجودة خاصة ان السنوات الماضية البنوك المركزية العالمية كان فيه برامج تحفيزية قوية جدا جعلت السيولة ترتفع بشكل كبير بمختلف البنوك العالمية فاليوم السؤال الاهم هو وين فرص الاستثمار كما ذكرت بتصور اليوم المشكلة كمان انه ان كان المستثمر الفرد ولا حتى يمكن المؤسساتي ينتظر الى وضوح الصورة ويتخوف اليوم من يمكن الدخول بقوة او الاستثمار بشكل قوي فبالتالي يمكن الطلب على القروض غير اليوم الفترة اللي عم نواجهها رغم توفر السيولة منها نحن بالفترة مقبل 2008 اللي كان فيه حماس وكان فيه تفاؤل شديد اليوم فيه تحفظ عند عديد من الناس ان كانوا شركات ومؤسسات او حتى اشخاص فبتطور ومن هنا عم نشوف نحن العروض كما ذكرت انه اسعار فائدة منخفضة جدا لتحفيز المقتردين ولكن اليوم ان كنا عم نحكي بسوء العقار ولا عم نحكي بسوء الاسوء المالية اليوم عم نشوف انه او غياب المحفزات الاجابية فبالتالي ينتظر المستثمر الى بعض هذه المحفزات وقبل ان يتجه الى الاقراض او الحصول على بعض هذه السولة فبالتالي اليوم وهذا امر جيد الى حد ما لانه ما كان فيه دخول كثيف بالسوء هذا يجعل التراجع الى حد ما والارتداد الى حد ما سريع شفنا كمان بالفترة الاخيرة ما كان فيه يمكن تخارج على اثر الهوامش كما شاهدنا بفترات سابقة لما كان فيه حالة اربتك العام الماضي فبالتالي هذا امر جيد قبل التراجع الذي شاهدناه بدبي من 4000 الى 3250 كنا عم نحكي تقريبا ستة شهر او سبعة شهر السوء تتحرك بشكل افقي فبالتالي ما كان فيه زخم يؤدي الى تخوف وبيع من ورا يمكن كثيفة استثمار فهذا امر جيد يمكن يجعل ارضية للسوء لحد ما عند المستويات الاخيرة ولكن من الصعب اليوم نشوف نحن اتجاه كما ذكرت واضح وصريح اتجاه الى المزيد من الارتفاعات بشكل قوي تحمس او تحفز المستثمر انه يروح يمكن اليوم يدين ويدخل بالسوء او حتى بسوء العقار نفس الشيء اليوم في حديث انه ما يحصل عالميا كمان يمكن يؤثر على اسعار العقارية فبالتالي ينتظر المستثمر بس على المدى الاشهر الجيل المفروض تصبح الصورة محافزة بشكل اكبر يعني ولو انه السوق عادة وارتدة يعني عن مستوياته المتراجع لكن خلص انطبع في ذهن المتداول في ذهن المتداول انه طيب وصلت اعمار تحت الستة حتى ارابتك كسر الدرهمين معناها هل هم ينتظرون يعني برأيك زخم الشراء لن يعود لان يبتعد كثيرا عن هذه المستويات وهل هالفجوات يعني اللي راحت بوقت قصير هل من الممكن ان نعود اليها نزولا انا هون انا برأيي من ناحية العودة يمكن لاجيب على سؤال اخر سؤال الاول بتصور ايه ممكن نرجع نشوف تراجع الى المستويات القديمة هذا الاخير عفوا يعني اعمار تحت الستة ولكن الاهم من ذلك كنتي عم تسألي عن الزخم الشراء اليوم نرجع يعني نبسط الامور من اول سنة لليوم الشهر الرئيسي الذي ادى الى اسعاف السوق كان شهر 4 شهر ابريل تفع فيه سوق دبي 20% ولكن لو نظرنا الى الاشهر كلها نحن بنحكي من اول سنة لليوم الشهر الرئيسي كان شهر ابريل وشهر ابريل كان فعليا الدعم جاي من وراء الاستثمارات الاجنبية اليوم تخارجوا المستثمرين اجانب على اثر ذلك شفنا التراجعات الذي يقود نحن برأينا دايما الاتجاه بالسوق هو المستثمر الاجنبي متى ممكن يرجع ستاز عادل انا بتصور عودة المستثمر الاجنبي تعتمد بشكل رئيسي على اسعار النفط ولكن ممكن لو شفنا تطورات ايجابية تحديدا هون عم نحكي عن سور الامارات تخص ايران ممكن هذه تكون سبب نحن برأينا ما حصل في ابريل كان يمكن سببين وراء السبب الاول هو ارتداد اسعار النفط بوقتها من 40 دولار الى 60 دولار جعلت المستثمر الاجنبي يمكن يتفاعل الى حد ما وبنفس الوقت كان فيه تأمليات بخصوص اتفاقية بين ايران وامريكا بخصوص النووي التي حصلت في شهر ستة فبالتالي هذا الحماس او هذا التفاؤل اليوم فقد نام على اثر ما حصل مؤخرا على اثر ما حصل حتى برسواء الناشئة فبتصور لو شفنا تفاؤل من ناحية اسعار النفط ومن ناحية ايران والتي نحن بالوقت الراهن لا نراها يعني بتصور لو تاخد اشهر لا نتوقع انه يعود المستثمر الاجنبي طب اليوم نتحدث عن اساسيات السوق متى سنبني القاعدة السعرية التي ننطلق عليه حتى لو جاء ما خلاف ذلك حتى لو لعبت فينا عوامل تتعلق ببيانات من الصين من الولايات المتحدة قرار فدرالي نفط وغيره متى سنقول انه تمكننا من تمكين الاساسات لننطلق من بعدها يعني نريد ان نتحدث عن القاعدة السعرية انا سؤال جاي جدا هون خليني كمان يمكن نحطه بسيئة شوية اكبر اليوم نحن يمكن من بداية متابعتنا للأسواء بالمرحلة الى حد ما المتطور لناخد 2004 يعني اخر 10 سنين 2004 ل2015 نحن ما كنا بنعرف الا اسعار النفط على ارتفاع لما كسر نفط 40 دولار بسنة 2004 وثم امتد إلى 150 دولار بعدين تراجعنا بسنة 2009 على اثر الازمة العالمية ولكن كان الارتداد سريع انه كان فيه تفاول انه البنوك المركزي والبرامج التحفيزية سوف يعني تجعل من الاقتصادات العالمية ان تستقر اليوم المشكلة الرئيسية انه لو شهدنا او توقعنا من هلا 3-4 سنين اسعار نفط معدلات اسعار حتى لو كلنا برنت عند 60 دولار لا تزال هذه الاسعار 30 او 40% دون الاسعار التي شهدناها بالعقد الاخير فاليوم كيف سيتفاعل السوق خلال السنوات القادمة مع تغير المعطيات وتغير جذري من ناحية اسعار النفط انا بتصور هون اللي حيكون بناء للقاعدة اللي عم تحكي عنها مشايك نحن نتوقع انه يمتد السوق على مدى اشهر بنطاق يمكن يكون نطاق واسع وفي حدة بالتذبذب يعني تنقول نشوف 3000 نرجع 4000 4500 بدون ما يكون عندنا اتجاه واضح بالسوق بتصور هاي هي هتكون الفترة اللي نحن نتجيين يعني وكما تذكرت رولا يعني على تعقيب إلى هذا الافراض ايضا والتوجه والدعاء لإغراء الناس بأخذ قروض يعني المصارف واضح انه عم تتجه انه استفيدوا من الفرصة قد ترتفع اسعار الفائدة هل برأيك سيكون هناك ايضا افراد في عمليات الاقراض هل يلجأ الناس يعني يريدون ان يستفيدوا من هذه الفرص وكيف سيكون الانطباع فعلا عندما يرفع الفيدرالي الفائدة كيف سيكون معبد يمكن رفع الفائدة لا اتوقع ان يكون لديه تأثير بشكل كبير على الاسواء المحلية ولكن بدون شك سوف يكون له تأثير على الاسواء العالمية هذا طبعا يعتمد حتى على الفترة اللي بيرفع فيها الفيدرالي لو رفع بسبتمبر بيكون عندنا حالي لو رفع بدسمبر حالي اخرى اما بالنسبة الطلب على القروض انا بتصور اليوم نشوف يمكن نسميها الهبة على الطلب لما يكون فيه تفاؤل الى حد ما يمكن نسميها باسد كلاس يعني ان كان بسوء العقار ولا بسوء الاسهم اليوم هذي لا نراها لا ترى يعني الناس عم تتخوف انه حتى انت ما بتحضي انه ما حدا بتكلم حتى عن فرص عقارية هذا الفترة ولا فرص استثمارية كثيرة تماما ما بديو الان يمكن ما فيه تخوف يمكن ما بديو التخوف فيه توقع الى تراجع بسيط اللي هو عند الجميع وعند معظم الناس يراوه بانه تراجع صحي ممكن يخلق فرص حتى اليوم الاسوء كما ذكرت يعني اليوم لما شفنا اعمار عند ال5 بال60 65 ولا 75 كان فيه ارتداد قوي ولو رجعنا شفنا اسعار منخفضة كمان هذه تبرر عودة الشيولة فهون وجود الشيولة يمكن عنده البنوك سوف تسمح لعدد كبير من الاشخاص اللي هنا يرون هذه الفرص ويمكن عندهم نظرة سنتين ولا 23 سنين انه يستغلوا بعض هذه المواقف فهذا امر جيد اللي كانت مواقف لم نستطيع استغلالها بال2008 ليش لانه كانت المصارف عندها مشاكل وما كانت رضيان فمشان هيك نحن نرجع منقول لا نرى ما يحصل او ما حصل مؤخرا يعني بنفس الوضع اللي شفناه 2008 الوضع يختلف كثير ولكن سوف يأخذ بعض الوقت قبل ان نرى أرضية بالأسواق استطيع أن يعني أصف الحلقة اليوم كان ثرية جدا الحقيقة برفقتك سيد عادي شكرا شكرا مرحبا مدير أسواق المال في شعاع أيضا في آخر الأخبار كانت قد أعلنت بجموعة جي ف اتش المدرجة في كل منسوق البحرين والكويت ودبي عن توزيع 53 مليون دولار لمستثمرين صناديق التي تقوم بإدارتها كما وزعت البجموعة أيضا الأرباح النصف السنوية لعام 2014 2015 بنحو مليون دولار أمريكي وذلك عن مشروع مدرسة فيلادلفيا الخاصة في دبي وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة هشام الريس بأن المجموعة قد استطاعت أن تفي بوعودها تجاه المستثمرين من خلال التوزيعات التي قامت بها إذن هذا بالنسبة لوضع السهم والذي أيضا كان قد تلقى جرعة كثيفة أيضا من كميات التداولات تتفوقت على كل الأسهم في كلا السوقين الجي ف اتش إذن بالنسبة لارتفاعاته إذن في السوق الكويتية ارتفاع فوق الخمسة فاصل أربعة في المئة وكانت قد أكدت وكالة فتش العالمية التصنيف الاعتمانية لدولة قطر لإصدارات طويلة الأجر بالعملات الأجنبية عند دابل اي مع نظرة المستقبلية المستقرة وفي هذا السياق أشار وزير المالية القطري شريف العمادي لأن هذه الخطوة تعد بمثابة إقرار بمتامنة الأداء الاقتصادي ووضع المالي القوي لقطر على الرغم من تحديات أسعار النفط التي نعكست ملامحها السلبية على الاقتصادات الخليجية وكبدت موازنات الحكومات الخليجية المزيدة من الخسائر إلا أن وطأة هذه التحديات جاءت أقل على دولة قطر بدعم من اعتماد البلاد على الغاز إلى جانب النفط وهو ما أصبح ضمانة لتنوع القطاع النفطي في قطر وسهم في خلق نوع من التوازن بين التقلبات القوية في أسعار الخامات توازن أدى إلى تجديد الثقة بالاقتصاد القطري من قبل مؤسسات التصنيف حيث أكدت وكالة فتش للتصنيف الاعتماني تصنيفها لدولة قطر عند دابل اي للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة تصنيف زاد من الثقة في أداء أحد أكثر الاقتصادات نموا في منطقة الخليج واعتبر بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي والوضع المالي القوي للبلاد وعكس نجاح السياسات التي تتخذها حكومة قطر لتعزيز مسيرة التنمية في مختلف المجالات في ظل التحديات التي تتعرض لها الدول المصدرة للنفط نتيجة التقلبات الحادة في أسعار الطاقة بالأسواق العالمية ما ساهم في تحسن الاحتياطيات الخارجية ودعم القطاع المصرفي والفوائد المالية لقطر إذن هي نظرة إيجابية للاقتصاد جاءت في وقت حرج لم تتجاهل دور الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي لخلق توازن بين الاعتماد على الاحتياطات المالية والخارجية في مواجهة الوضع الحالي في أسعار الطاقة بالتزامن مع التطور الذي حققته الدوحة في عملية أعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ووضع خطط للمشاريع الرأسمالية المستقبلية وفي ظل التوجه الإيجابي للاقتصاد القطري أكدت الدوحة على أنها ستواصل تنفيذ برامج المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية في إطار أولويات استراتيجية التنمية الوطنية بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 مع العمل على تحقيق الكفاءة في الإنفاق الحكومي وتطبيق مفهوم القيمة مقابل التكلفة في تنفيذ كافة المشاريع والبرامج الحكومية إذن انتهت فقرات مسار السوق لهذا اليوم تمتعت فيه معظم المؤشرات الخليجية بمستويات شرائية لكنها عادت وتنازلت عنها في جزء الأخير من الجلسة شكرا للمتابعة إلى اللقاء شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة